عقدت لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ظهر اليوم اجتماعا في المركب الثقافي القبطي الأرثوزوكسي برئاسة دكتور مسعد عويس مقرر اللجنة أولا اللجنة النهاردة كانت لجنة تاريخية لأنها جت في بداية العام الميلادي جديد وطبعا عيد الميلاد المجيد ومولد النبوي وكل الناس حدست عن زيارة الرئيس السيسي إلى قداسة البابا بمناسبة لجنة الميلاد المجيد وفي نفس الوقت لجنة الشباب أشارت إلى كل البرامج التي قمنا بها في المرحلة الماضية وكلها برامج مضيئة تعاوننا فيها مع وزارة الشباب ومع العديد من المنظمات غير الحكومية ومع الأندية ومع مراكز الشباب وبالإضافة إلى المرحلة القادمة بدأنا نرسم خطة للمرحلة القادمة سنواصل شغلنا مع الجامعات سنواصل شغلنا مع وزارة الشباب أيضا سنواصل شغلنا مع النقابات والجامعات غير الحكومية بحيث ان احنا من رجلة شباب يعني الشباب موجودين في مصر في كل مكان وعايزين القرص الأعلى ولدينا في التراث الوطني المخلص العظيم ونسيج المصري الواحد المسيحين والمسلمين عشنا وسنعيش في المستقبل بكل المحبة والأخوة والعالم كله بينظر إلينا نظرة إعجاب ونظرة رائعة من حيث الإبداع الحضاري المصري هو في الواقع طبعا خطوة مهمة وقرارات هامة جدا اتخاذ قرار بإنشاء بيت العيلة والاستمرار فيه ولجنة الشباب بهدف التواصل وإزابة الفوارق ما بين أعضاء شباب مصر وما بين المصريين بصفة عامة بعد التغييرات للطرق في قطرة الأخيرة وما طرع عليهم من تقسيم أو محاولة للتقسيم كان بعد التغيير القرارات تغيزت النهاردة إزاي احنا نقدر نفعل لجنة الشباب في بيت العيلة عن طريق مجموعة من المشروعات التي عرضت من أستاذ العضاء كان أولى هذه المشروعات هو مشروع تأهيل المواطن من أجل وطن مستقر كان بركز عن نقطتين النقطة الأولى وهي نقطة تأهيل الشباب للعمل وتأهيلهم لكيفية أداء عملهم من ناحية أخلاقيات العمل والتأهيل على أخلاق العمل الحاجة الثانية تأهيلات خاصة بالتنمية البشرية فيه كيفية قبول العمل فيه كيفية التعاون مع الآخر فيه كيفية حسن المواطنة مصر وطن الجميع يعيش فيه كان اجتماع اليوم مخصص لاستعراض ما تم إنجازه في لجنة الشباب ببيت العيلة من خلال اللقاءات التي عقدت بأقليم مصر المختلفة ولقاء الشباب وأيضا منقشة تفعيل هذا الدور في الفترة القادمة ومناقشة استراتيجية العامة لجنة الشباب في الفترة القادمة ووضع آليات للتنفيذ ده كان هو الأساس النهاردة اللي بننا عليه الاجتماع النهاردة وتم طبعا التوصية بمجموعة من القناة أولا برنامج محدد بتواريخ محددة لوضع طبعا مناقشة تواصل بيت العائلة المصرية من خلال لجنة الشباب مع الهيئات ومع الجامعات المصرية ثم وضع أجندة شهرية للتعريف بهوية مصر والتعريف بمشاريع مصر الاقتصادية وبرامج معينة لتشغيل الشباب من خلال هذه المشاريع النهاردة نقشنا دور الشباب في قبول الآخر وقبول الآخر والتواصل الإيجابي وكان عمل أو مصرية للجنة الشباب في بيت العائلة هو القيام بتدريبات مشتركة ما بين الشباب والشبات الولاد والبنات المسيحيين والمسلمين ما بين الكنيسة والأظهر تلاقي وتلاحم إنساني بغض النظر عن الدين أو السياسة الهدف الأسبة هو هدف إنساني وتواصل أخوي مباشر اشتركوا في القناة